لقد انتهينا من شرح الذكاءات الثمانية تذكر أنه قد يكون لديك ذكاء واحد أو أكثر من الذكاءات المشروحة قبل قليل والفاصل في التحديد هو مدى ملاحظة وجود التمكن والتميز أو بذور التمكن وبوادر التميز لديك فأي من هذه الذكاءات؟ هذه البوادر تظهر في تميز في أنشطة مختلفة تمارسها بشكل متكرر ويظهر أنك مميز فيها مقارنة بأقرارك هناك وسائل إضافية نستطيع أن نستخدمها في تقييم نوع الذكاء الذي تتحلى به وسأتحدث هنا عن وسلتين الأولى ما المادة الدراسية التي تتميز فيها أو تميزت فيها في المدرسة؟ عندما نتأمل في الدرجات العليا والدنيا التي حصلت عليها في المرحلة الثالوية فهذا قد يعطينا بعض الدلائل المهمة حول نوع الذكاء لديك يجب أن ننتبه هنا إلى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على درجاتنا الدراسية مثل الظروف الخارجية أو ظلم بعض المدرسين أو عدم قدرتهم على إيصال المعلومة فهذه حوامل حقيقية وقد رأيناها في تأثيرها على ظهور التميز للطلاب أو حصولها على درجاته لها دعنا نأخذ بعض الأمثلة على بعض المواد مثلا أولا مواد العلوم الشرعية مثل التوحيد والفقه والتفسير ماذا يعني تميزك فيها؟ قد يكون تميزك في هذه المواد بسبب امتلاكك القدرة على التحليل والاستدلال وهذه دلالة على وجود الذكاء المنطقي الرياضي وهو ذكاء مهم للنجاح في المواد الشرعية خاصة مادة الفقه عادة ما يحقق ما يتحلى بهذه القدرة نجاحا في مواد علمية كالرياضيات والفيزياء والكيميا وغيرها إذا كان من دارسي الفرع العلمي هنا ملاحظة قد يكون تميزك في هذه المواد بسبب امتلاكك لمهارة الحفظ وهي مهارة عامة يمكن تنميتها بوسائل كثيرة لكنها لا تضمن الإبداع والتميز في مثل هذه التخصات أو في التخصات الشرعية ولا حتى في مجالات العمل فيها ولذا يجب أن لا نعتمد عليها في اختيار التخصص ثانيا الرياضيات والكيميا والفيزياء إن التميز في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء والكيميا بشكل عام يدل على قدراتك على التحليل والاستنتاج ومهارة في التفكير المنطقي والتفكير المجرد أي تميز في الذكاء المنطق الرياضي الذي تحدثت عنه قبل قليل ثالثا النحو وقواعد اللغة الإبداع في مادة النحو والصرف قد يكون دليل على امتلاكك لمهارات التحليل والاستنتاج وهذه المهارات التي نجدها في الذكاء المنطق الرياضي لاحظ أن هذا الذكاء هو نفسه الذكاء الموجود في التميز في الأقسام العلمية أو في المواد العلمية ومن المعروف أن المتميزين في قواعد اللغة يبدون تميزا في الرياضيات وهذه علاقة غريبة ليس كذلك؟ رابعا الأدب والبلاغة الإبداع في هذه المادة له علاقة بابتلاكك لقدرات لغوية أي الذكاء لغوي لاحظ أن هذه المواد أيضا تحتاجها للحفظ وإذا كنت مميز فيها فقط لأنك جيد في الحفظ فهذا لا يدل على وجود الذكاء اللغوي لكن إذا استطعت تتميز بها رغم أن لديك مشكلة في الحفظ فهذا يدل على وجود ذكاء لغوي وتميز في هذا الجانب ملاحظة مهمة هنا إذا كنت مميز في مادة الأدب فهذا لا يعني أنه يجب أن تدرس هذا التخصص في الجامعة بل يدل هذا على أنك تمتلك ذكاء لغوي وهذا سيساعدك في دراسة عدد من التخصصات التي تحتاج إلى هذا النوع من الذكاء وهذا ستجده مفصلا في التقرير الخاص بمقياس الذكاء خامسا مادة الإنشاء والتعبير هذه المادة قد لا تكون موجودة في المرحلة الثانوية بل موجودة في المرحلة المتوسطة وعلى كل حال هل أنت متميز فيها أم لا؟ التميز في هذه المادة دليل قوي على امتلاكك للذكاء اللغوي تذكر أنه عند المقارنة يجب أن تقارن نفسك بمن هم في مرحلتك العمرية من الأقران والأصدقاء ولا تقم بالمقارنة بمن هم أعلى من مرحلتك العمرية سادسا مادة التربية الرياضية التميز في أداء العلعاب الرياضية دلالة على تمتعك بذكاء جسدي حركي وهذا يعني أنك قد تحقق الكثير بمشيئة الله لو تحق بتخصصات تحتاج إلى هذا الذكاء مع مراعاة وجود الميول المناسب كما شرحنا سابقا الطريقة الثانية في تحديد الذكاء الذي تتحلى به هو طرح هذا السؤال على الأشخاص من حولك ما هي أكثر ثلاث نقاط قوة أتحلى بها؟ اختر صديق حكيم أو أستاذ واعي أو خبير يعرفك بشكل جيد وطرح لي هذا السؤال يجب أن تنتبه أن بعض الناس يصدر أحكام سريعة ولذا عندما يجيب اسأله مباشرة ما سبب قوله أنك تتمتع بقدرة على مدى العلاقات مع الناس مثلا أو التحليل المنطقي أو التمييز في الكتابة النصيحة من الآخرين مفيدة لكن يجب أن تكون بطريقة صحيحة وإلا كانت كارفية بعد أن تجمع آراء الناس من حولك ارجع إلى التقديرات التي منحتها للذكاءات المختلفة أثناء الشرح قبل قليل وكذلك أثناء مقياس للذكاءات وقم بمقارنتها لاكتساب المزيد من البصيرة حول أنواع الذكاءات التي تتحل بها فمثلا لو كنت قد منحت الذكاء اللغوي نسبة 50% ومع مراجعة المواد أو استماع لنصائح الآخرين وجدت أن لديك تمييز أكثر فهذا معناها سترفع نتيجة من 50 إلى 60 إلى 70 حسب ما تراه مناسبا بعد هذه الرحلة أرجع أنه اتضح أمامك نوع الذكاء أو الذكاءات التي تتحل بها تذكر أننا جميعا نمتلك كل أنواع الذكاءات الثمانية ولكن بتطور مختلف بنسب مختلفة والمطلوب هنا أن نحدد واحد أو اثنين من الذكاءات المتطورة لديك بشكل واضح وكبير حيث سنستخدمها في اتخاذ قرار التخصص الجامع المناسب لك ما أريد منك الآن هو أن تقوم بالأمور التالية أولا لقد عرضنا قبل قليل بعض الوسائل الإضافية للتعرف على ذكائك ونقاط القوة لديك من أجل امتلاك بصيرة أفضل بنفسك والآن قم بتعديل بعض النتائج أعلى حتى تصل إلى أفضل تقييم حول ذكائك قم الآن بتقييم الذكاءات اللي سجلتها بنفسك بطريقة مختلفة أو بطريقة جديدة ثانيا قم الآن بشطب كل الذكاءات التي أعطيتها تقدير أقل من ستين أو قم بشطب الذكاءات الستة التي قمت بإعطائها أقل الدرجات وإبقاء الذكاءين الذين حصلوا على أعلى نتائج ومن ثم ضع الذكاء أو الذكائين النهائيين الذي تعتقد أنك تمتلكه هنا ثالثا هل تذكر النتيجة التي ظهرت في نتيجة المقياس الذي أخذته في بداية هذا الجزء من الدورة وأقصد المقياس العربي الذكاءات المتعددة أمياس والذي كان رابعا تأمل في نتيجتين علىه وأقصد نتيجة تقييمك لذكاءاتك أثناء شرحي لها ونتيجة المقياس الذي قمت به في الموقع والآن اسأل نفسك ما الذكاء الذي تمتلكه؟ هل تود حذف ذكاء أنت غير مقتنع فيه؟ أو إضافة ذكاء أنت متأكد من وجوده لديك؟ تذكر ثاني أن المحدد للذكاء والقدرات لديك هو حكمك أنت على مدى قوة وجودها لديك خامسا لقد حان الآن وقت تحديد النتيجة النهائية للذكاءات التي تمتلكها والتي تعتقد أنها إذا كنت ما زلت غير متأكد من ذكائك ما زلت مشتت لم تستطع التحديد حتى الآن فأريدك أن تعلم أن هذا طبيع جدا وأنني أذكر أنني جلست عدة أشهر أيضا في اكتشاف ميولي وأيضا اكتشاف ذكاءتي حتى استطعت تحديده بشكل واضح فلا تشعر بالقلق ماذا يجب أن تفعل؟ هناك بعض الأمور التي أنصحك أن تقوم بها أولا قم كل يوم بعمل شيء جديد هواية جديدة نشاط جديد مشاهدة مقاطع يوتيوب عن أشخاص مميزين في مجالات مختلفة تحدث عن أشخاص يحملون نقاط قوة مختلفة وأثناء قيامي بكل هذا اسأل نفسك هل أمتلك نفس الذكاء أو القدرة التي يمتلك هذا الشخص؟ هل أشبه هذا الشخص ولو بشكل قليل؟ هل أنا منجذب لهذا الموضوع؟ هل تميزت بهذا النشاط؟ هل أحببته؟ هل يناسبني؟ لكن انتبه ألا يكون هذا الانجذاب بسبب الإعجاب بالشخصية أو الفرص أو الإغراءات المختلفة هذا يجب أن لا يؤثر عليك بل يجب أن يكون الانجذاب بسبب شعور إيجابي لديك أو تمكن وقدرة لديك وأنت تقوم أو تقرأ أو تمارس هذا العمل الخطوة الثانية بعد أن قمت بتحديد النشاط الذي جذبني وأستحوذ على اهتمامي أو وجدت فيه شيء من التمكن سأسأل نفسي ما الذكاء المطلوب في هذا النشاط؟ ما الذكاء الذي متعلق بهذا الموضوع أو هذا الأعمال؟ لو انجذبت لمن يحمل مثلا الفصاحة في الخطارة فهذا يدل على امتلاكي الذكاء اللغوي ولو وجدت نفسي يتطور بسرعة في مد العلاقات مع الناس فهذا يدل على وجود الذكاء بين الأشخاص أو الذكاء الاجتماعي وبالتالي سيتضح شيئا فشيئا ما هو الذكاء الخاص بك